اسمع كيف كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو فقال اللهم إني إيش أسألك أن تقضي يديني لا تشفي مريضي لا قال اللهم إني أعوذ بك من زوالي نعمتك أنت يا ربي أعطيتني يدين أعوذ بك من زوالي أعطيتني إيمان أعطيتني عقل أعطيتني سمع وبصر أعوذ بك من زواله رب قوم قد غدوا في نعمة زمناً والدهر ريان غدق سكت الدهر زماناً عنهم وثم أبكاهم دماً حين نطق رب واحد يصبح في نعمه ويمسي وقد سُلِبت منه انظر إلى المصابين اليوم بالإعاقات في المستشفيات وفي غيرها اسألك كيف كنت يقول لك والله أنا بخير وعافيا ونازل مع الدرج وأنا بكار بالقوة وانزلقت رجلي وضرب أحد الدرجات في ظهري وانقطع الحبل الشوكي ومصاب الآن شلال صار لأربعين سنة وخلق الإنسانه ضعيفا واحد من أصحابي أسأل الله أن يشفيه وعافيه والله العظيم مني زايرة قبل أجل الحج بيومين ضابط ومن طلابي كان في الجامعة قبل سنوات متخرج من أكثر من عشرين سنة أظنها مقدم أو علق عقيد ومن أحسن من عرفت من الناس يبني بيت زايرة والله العظيم قبل يومين أو ثلاثة يبني بيت ورقى فوق السطح فوق الخزان يمتر العزل اللي حطوه الشركة حاطين العازل عشان الأمطار يمتر عشان يحاسبهم والهندي قاعد ماسك له وهو قاعد يرجع على وراء يمتر زلقت رجله وطاح في السطح ما طاح بره طاح في السطح يعني يمكن مترين ونص صار عنده كسرات في الفقرات الظهر وتهتكات في الحبل الشوكي ولان عنده شلل نصفي وأسأل الله أن يشفيه ويشفي جميع مرضانا في لمحة واحدة تك هل كان يتوقع أنه سيصاب بهذا ناس يا جماعة فجأة عندي صداع قالوا والله عندك كذا من الأمرض قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك إذا دخلت بيتك وشفت عيالك طيبين هذا يذاكر دروسه وهذا يضحك وهذا يتغدى قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك لأن فيه ناس حرم من هالنعمة اللي أنت فيها إذا دقيت على زوجتك وردت وقالت يا مرحبا يلا عجل تعالي الغد جاهز قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك لأن غيرك زوجتها صار لها سنتين وثلاث عند أهلها بينه وبينها مشاكل سيئة الخلق ولا سيئة التعامل ولا هو ما أعطاه الله تعامل حسن ومشاكل بينه قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك إذا ركبت سيارتك وسكيت الباب بنفسك أعلم أن فيه ناس يجبانها بالعربية ويشيلانها اثنين ويحطونها قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك إذا وضعت طعام بين يديك ورفعته بيدك وغيرك يحطوا لهلي في أنفة عشان يصبون لعصير ولا لبن قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك ثم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بك يا ربي تفجأني بنقمة بمصيبة أعوذ بك من فجاءة نقمتك أنا قبل فترة في المدينة يقول لي واحد من الشباب ودنا نزور الدكتور فلان ما عرفه وقلت نزورها ماذا نفعل يعني قال نعزيه نعزيه في من قال يا شيخ هذا دكتور في الجامعة وأولاده 11 وزوجته 12 في البيت فذهب أولاده وزوجته إلى القصيم عندهم عرس ولدك كبير متخرج من الجامعة هو اللي يسوق بهم وهم راجعين بالليل يتصل عليهم ها وش أولدي ليش ما نمتوا ومشيتوا الصبح قال لولد لا أنا أبغى أجي نبكر ومدري أي أولدي أرقدوا قالوا لا بد نشيطين وفي الطريق كل شوي يتصل وش أخباركم عطني أمك انت أبي لا يرقد الولد لما بقى 150 كيلو على المدينة ويحصل لهم حادث ويموتون كلهم والله إنهم ماتوا كلهم الرجل كاد أن يجن صح الرجل صالح نحسب على خير وحافظ القرآن لكن بشر يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع ابنه إبراهيم ونفسه تقعقع بيموت الولد بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكى وهي يشوف ولده يموت قال الله عبد الرحمن العافية يا رسول الله تبكي قال إنها رحمة يا أخي ولدي هذا إنها رحمة إنها رحمة وهذا كل عياله في لمحة عين يقول والله يا شيخ دخلت الصالة بعد ما بدوا الضيوف يخفون العزق وألقى ألعاب مبعثرة صار له يومين على حالها لأن خلود ماتت اللي كانت تلعبها أطلع الحوش ألقى السيكل طايح على حالها لأن أحمد اللي كان يلعب السيكل مات يقول دخلت المطبخ والله إني آكل بقايا خبزة وما أشمه قبل لا يمشون بقايا الخبز ما بعد شالوه يقول قاعد أشمه أتذكر رائحة أولادي وفجاءت نقمتك مصيبة تنزل بالواحد قل يا ربي أنت وهبتني أولاداً وزوجة وعملاً وصحة يا ربي أبقي هذه النعمة عندي يا رب وتضرع إلى الله لأجل إن كان مقدر عليك مصيبة إنها تزول عنك ما تنزل عليك لا يرد القدر إلا الدعاء أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءت نقمتك ثم قال وتحول عافيتك أنت عافيتني في بدني أعوذ بك أن ينتقل إلى غيري أنت تتحول يعني تنتقل عافيتني في سمعي في بصري عافيتني في سمعتي الحمد لله بناتي بحجابهن وسترهن وأمورهم طيبة أعوذ بك يا ربي من أن تزول عني نعمة حفظ الأرض وكم من واحد بنته ما هو قادر يسيطر عليها والبنت رايحة وجاية وتسافر وتجي والوالد آخر من يعلم واللي طالعه بنته أسبوع أسبوعين شهرين ما يدري وأنه فيه أحمد الله قل يا ربي أحفظ علي عرضي وتحول عافيتك ثم قال وجميع سخطك لا تسخط علي في مالي فأفتقر ولا تسخط علي في ديني فأضل ولا في سمعتي فأفضح أعوذ بك من جميع سخطك